أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى التفاصيل والبداية بالسعودية حيث توفي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل السعود خادم الحرمين الشريفين فجر اليوم عن عمر نهز تسعة وثمانون عاما وكان الملك عبد الله قد تولي مقاليد الحكم في الأول من أوت من عام الفين وخمسة وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي أدخل مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض إثر مرض ألم به وأعلن الديوان الملك السعودي مبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا للسعودية وسيتم مبيعته بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة من المواطنين في قصر الحكم في الرياض كما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كافة المواطنين إلى مباعة الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد وذلك بعد صلاة العشاء اليوم الجمعة في قصر الحكم بالرياض